بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية إدغام المثلين تعريف الإدغام لغة الإدخال كما مر معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين تقول أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه وأما اصطلاحا فهو التقاء ميم ساكنة بميم متحركة فندخل الأولى في الثانية ويصيران حرفا واحدا مشددا وهذا هو معنى الإدغام أما حرفه ولا نقول حروفه لأن لإدغام المثلين بأحكام الميم الساكنة حرف واحد هو الميم المتحركة وذلك بأن يأتي معنا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة فندخل أحدهما أو الأولى منهما في الثانية وكل حرفين مثل بعضهما ينطبق عليهما هذا الكلام فالباء الساكنة مع الباء المتحركة والتاء الساكنة مع التاء المتحركة وقس على ذلك مثاله في أحكام إدغام المثلين وفي أحكام الميم كما قلنا لهم من وتلفظ هكذا كما قرأنا وكما تشاهدون لهم من يسمى هذا الإدغام صغيرا وذلك لأن للسوسي عن أبي عمر البصري إدغام المثلين الكبير وإدغام المثلين الكبير بأن يأتي الحرفان متحركان فيسكن أولهما ويضغم في الثاني مثاله جهنم مهاد في قوله تعالى لهم من جهنم مهاد كما نلاحظ أنه أتانا ميمان ميم مفتوحة وميم مكسورة فتسكن الميم المفتوحة الواردة في قوله جهنم وتضغم في ميم مهاد وتلفظ على الشكل التالي لهم من جهنم مهاد ونلاحظ في هذه الآية ورد معنا إدغام المثلين الصغير كما ورد إدغام المثلين الكبير وكلاهما في حرفي الميم مع الميم وشاهد إدغام المثلين من التحفة قوله والثاني إدغام بمثل هاءة وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر